أهلا بكم من جديد صباح الخير لكل اللي عم بتابعونا حقيقة دائما نتفائل بالخير وفعلا من يتفائل بالخير يجده الحمد لله بلدنا مليئة بالخيرات وبلدنا مليئة بالإنجازات وبالأعمال التي يفتخر بها وبالإنجازات التي يفتخر بها هذا الصباح سيدة معنا سيدة حصلت على جائزة في مجال العمل الإنساني رح نتعرف أولا على لبنى ترشيحي ثم سنتعرف على طبيعة الجائزة التي حصلت عليها ولماذا حصلت عليها وعن أي قطاع حقيقة يعني لبنى نحكي عن لبنى ترشيحي رح نحكي عن مركز نازك الحرير لأنها هي نائب مدير هذا المركز أو رئيس هذا المركز ورح نحكي أكثر بالتفصيل عن طبيعة الأعمال التي يقوم بها مركز نازك الحريري صباح الخير لبنى أهلا وسهلا فيك مبروك هذه الجائزة شاء الله عليك كثير من نكون فخورين ومبسوطين أنه سيدات عم بوصلوا بأعمالهم التطوعي والإنساني خصوصا يعني الموضوع الإنساني أنه حدا ياخد جائزة عن موضوع الإنساني هذا شيء يعني بشكل لنا فخر كثير كبير ومنكون سعيدين باستضافة الحاصلين على هذه الجوائز شكرا ناخد فكرة عن هذه الجائزة لو تلاحتي هذه الجائزة هي من دبي هي بمؤتمر اسمه مؤتمر بناء الهوية الاقتصادية لسيدات الأعمال العرب هي كانت على مستوى الوطن العربي كله اشتركوا فيها 140 مرشحة من كافة القطاعات في منهم وزراء في منهم برلمانيات في منهم شيخات في منهم يعني من مستويات العالم بالضغط وطبعا أنا اشتركت بمجال عملي مع الفئات الخاصة والحمد لله أخدت يعني فزت بجائزة أفضل سيدة عربية بمجال العمل مع الفئات الخاصة والتكافل الاجتماعي شو طبيعة العمل اللي بتقوم في لبناء يعني أنت نائبة رئيس مركز نازك الحريري نازك الحريري معروف العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة نتعرف شوي على طبيعة عملك أنا بالنسبة لي صراحة يعني بشرفني أني أنا من جروب نازك الحريري بالمركز لأنه صراحة يعني إحنا بعتبر أنه المركز مركز مبدأ المثالي بس الحمد لله بيركز أنه نوصل يعني على قد ما منقدر المثاليات بالعمل مع الفئات الخاصة مركز خيري أهم إشي أنه غير ربحي بالنسبة إلينا منقدم المساعدة ومنوجه الأهالي وين يروحوا أو إيش يعملوا بدون ما نستنى مقابل بالنسبة إلينا هاي هاي أهم نقطة إلينا فطبعا إحنا مع ذوي الإعاقة العقلية من 6 سنين إلى 25 سنة نشتغل معهم من الدرج معهم يعني بكافة المراحل نبدأ من 6 سنين عم تحكي يعني طفل وإن شاء الله نوصل معه لمهنة تأهله أو بيكون مستقل نوعا ما بالحياة هذا كتير مهم تسمحي لي نازك عفوا أنا خلطت المركز مع اسمك لبناء تسمحي لي بس يعني أوجه المشاهدين خصوصا الأهالي اللي عم بيستنوا نتائج التوجيهي هذا الصباح رح تعلن إن شاء الله اليوم نتائج التوجيهي ما بين ساعة التاسعة ونصف خلال مؤتمر حتى العاشرة طبعا بمؤتمر صحفي لمعالي وزير التربية والتعليم ستعلن من خلاله نتائج الثانوية العامة أتمنى يا ربي التوفيق للجميع أن نحالف الحظ والنجاح والتوفيق جميع طلبتنا في الثانوية العامة نرجع للبناء ونحكي عن تير في موضوع الإعاقة موضوع شوي معقد والناس بتعاني يعني حقيقة الأسر بتعاني من هذا الموضوع كثيرا هو موضوع معقد لأنه إحنا لسا يعني أنا بعتبر لساتنا على أول الطريق يعني لساتنا ما حطينا يعني إجرنا صح على الطريق صراحة أول الخلال وين لازم نروح لحتى يعني تصير العملية أكثر فعالية أوك دعني أقول هلأ أنا بالنسبة اللي بعتبر الأردن الحمد لله من الدول شوفي من الدول اللي موسهلة يعني بموضوع التربية خاصة عندها تقدم الحمد لله بنعتبر من الدول المنيحة يعني ما منعتبر حالنا لساتنا متأخرين لا هلأ بمجال التربية الخاصة ومراكز التربية الخاصة الحمد لله الأردن بتقدم يعني في مراكز في مجموعة مراكز مرتبة وعم تقدم خدمات منيحة بس كخطط يعني مستقبلية لهذه الأطفال لا لساتنا شوي متأخرين زي موضوع الدمج وزي موضوع التشغيل اللي أنا بهمني كتير هون إحنا لساتنا محطينا يعني لسا مع يعني أول الطريق في حتى هذا محزن أكتر لأنه يعني لما بتم الاشتغال على طفل معوق منذ الصغر وبينشغل عليه بالتربية وبالتعليم وبالأداء الحركي وكل هاي التفاصيل وبالآخر بيصطدم بعقبة التعليم والتشغيل بيكون شي يعني بصراحة محبط كتير سواء لكم كتربويين في هذا المجال أو للأهالي اللي بيحطوا يعني كل إمكانياتهم بسخرها لابنهم المعوق حتى يوصل لعملية تعليمية صحيحة ولتشغيل أيضا يليق بحالته صح ولا؟ هلا أنا بعتبر هاي النقطة اللي أنت عم تحكي عليها كتير مهمة وبحكي لك شو سببها سببها أنه إحنا أصلا عم نعزلهم إحنا عم نستحلهم مراكز تربية خاصة عم بيأخذوا خدمات هم أصلا معزولين على المجتمع العادي نرجع بنربط كل إشي مع بعض لهو أهم إشي الدمج يعني إحنا إذا نبدأ معهم صح أو نمشي معهم صح مع أنه يعني هلأ بنقول مثلا كوزارة تربية أو كمؤسسات بالبلد عم تمشي بموضوع الدمج عم بتحاول إنها تدمج بس لسه ما تفعل البرنامج صح هلا أنا إذا بدي أن أنجح بالمجتمع لازم يكون مدموج هو فعليا لازم يكون من ضمن المجتمع مش معزول بمراكز يعني لازم يكون خلص من ضمن المدرسة العادية مع أخوه مع أصحابه العاديين يعني هو جزء من المجتمع أنا ما بقدر أقيمه من المجتمع وأحطه بمركز لحاله وأعزله وأدربه لحاله وبعدين أجي أقول للمجتمع شغلوه طبعا أنا من الأساس ما أعلمته بسنا هاي بدها تجهيزات خاصة بدها خطة طويلة بدها خطة طويلة الأمد حرفي أنا كنت استضفت شاب متفوق في الثانوية العامة من الأشخاص المعواقين وتعب هالأدة وحصل على معدل عالي بعدين استضم بالحياة الجامعية أنه أنا يعني إذا بدي أقدم امتحان بدي أطلع درج وأنا مش مهيئة حركيا أني أطلع درج والأسابة مش يعني مدركين إلى أنه هم ممكن يخصصوا لي مثلا قاعة في الطوابق السفلة فكام يعني يعني معاناته كتير صعب طبعا فيها معاناة لأنه ما في تجهيزات ومجتمع كامل يفهم هذه الحالة ويتعامل مع مشكلة حلو إذا بدنا نبدأ بخطة تنحط لسنين يعني خطة بس نكون عم نعمل هاي الخطة عشان نقول مثلا إحنا من هون لعشر سنين رح نوصل لهذا المستوى تعنا لأنه هو هذا المطلوب يعني أنا خليني مثلا أحكي كأهل أنا بالنسبة إلي كأهل اللي أنا عم بتعامل معهم شبه يومي وعم بشوفهم طبعا هي هاي معاناتهم أنا ليش دايما إبني مختلف عن غيره دايما إبني حقه ناقص إذا معي مثلا أدفعله بقدر أاخد حقه إذا ما معي أدفعله بكوني كتير صعب إني أخد حقه أو بروح للمحل اللي معانا بصير في هذا التعامل اللي خليني أقول الطبقي يعني أنه اللي معه بزبط أموره ممكن تسلك واللي ما معه هذا هذا في مركز نازك الحريري الحمد لله إنه إحنا نأمن هاي الخدمة للطبقة اللي فعلا هي محتاجة للمساعدة تقييم الإعاقة من الإعاقات التانية أو من المتاعب الأخرى يعني كثير فيه أهالي بعانوا إنه إحنا مش عارفين نقيم ابننا بشكل صحيح وين المرحلة اللي هو وصلها كيف تطور كيف ما تطورش يعني فيه أهالي بيحبوا يتعرفوا أكثر إنه ابني أنا من ألف إلى باء تطور كذا تحسن كذا إعاقته ما مداها ما مدا تطورها في المستقبل إذا عملنا كذا وكذا ممكن يتطور تقييم الإعاقة ما رأيت فيها أهم الخطوة والخطوة الأولى أهم الخطوة بالنسبة إلي هي هي مرحلة التقييم والتشخيص إذا إحنا عملناها صح معناها إحنا اشتغلنا مع الطالب صح ونصيحة للأهل هناك في مراكز وفي محلات كثير بالبلاد بتعمل تقييم بس أنا نصيحة للأهل دائما دوري للأم الزاد دوري على المحل الصح اللي بيقيم ابنك صح موصوق منه لأنه تقييم الغلط يعني هو لازم أطول حياته كارثة برامجه كلها غلط كل الأشياء اللي بدأت تنحط على بنا التقييم الغلط رح تكون خطأ رح يعمل له إحباط رح يعمل له عدم تقدم ورح يعمل إلي كل الأهل يعني كأم وكطالب يعني خلاص بيدمرهم إذا كان التقييم خطأ فأهم إيجي الأهل يدوروا على المحل الموثوق منه إنهم ياخدوا التقييم الصح إذا كان التقييم خلينا نقول تقييم الزكاء والتقييم الاجتماعي يعني تقييم ككامل تشخيص بالنسبة للطالب كان صحيح أنا بعتبر أن الأهل عملوا أول خطبة صحيحة يعني خلاص أنا بكوني عرفة إيش حالة ابني وعم بفكر وعم بدور كيف أمشي عليها صح تعرفي ولكننا إحنا دائما نستفيد من ضيوفنا معلومات لأنني أتكر أنه كان عندي أستاذ في التربية في وزارة التربية والتعليم رائع جدا في مجال تقييم صعوبات التعلم مثلا يعني كان عم بحكي لي أنه في كثير طلاب وصنف وأنهم صعوبات التعلم حتى أقل يعني درجة من الإعاقة وهم عندهم صعوبات مشكلة اجتماعية بسيطة ممكن حلا فيعني قضية التقييم مهمة مهمة جدا في تقرير واللي بستغربوا أنا بجييني فضلات على المركز بيكونوا وصلوا مثلا ندك تقولي صف رابع أو صف خامس بالمدارس العادية وفعليا عندهم مشكلة إعاقة عقلية والمدارس مش مكتشفيتهم يعني أنا هذا اللي بستغرب أنه إحنا ليش يعني كيف لما طالب عم بيوصل لهذا الصف واللي معناته لسه بدنا توعية وبدنا تقييم صاحب يعني فيه كثير طبعا لسه طموحنا كبير إن شاء الله لسه عدنا بدأت الطريق يعني كل الجهات المعنية ونحن كإعلام أنا حاول أنه يعني نرتقي أكثر بهذا الموضوع ونحاول أن نطور يعني هذه الجوانب المختلف إليها علاقة بالأشخاص المعواقين الحمد لله فيه جهود مخلصة بهذا المجال فينا النوعية بالأردن أنا بعتبر بآخر تقريبا عشر سنين صار اهتمام بالموضوع أكثر وصاروا الناس يفهموا أنه هذا حق هذا حق له هو إنسان زينا زيه هذا حق له لأهله أنه نسهل أموره ونساعده ونوقف معه أهم إشي لأنه إحنا محتاجين كل الإيدين صراحة بالمجتمع لازم كنا نكونواقفين معهم لأنه إحنا لساتنا في بداية الطريق فإحنا كمؤسسات وكأفراد وكعيال إذا ما وقفنا معهم ما رح ننجح وأعتقد أنه إحنا خلص لازم نخلص من قصة أنه إحنا مشغولين كثير بالتسميات هذا معوق ولا لو حتياجة خاصة وهذا كفيف ولا أعمى يعني خلص نتجاوز هذا الموضوع هو فعليا عنده إعاقة هو فعليا أنا إذا أكون صريحة هو شخص معوق عنده إعاقة عم بطيقه بتقدمه بمجال معين وإحنا دورنا أنه نساعده ما رح نقوم إعاقة بس بتهطيها أو تحديها لهذه الإعاقة بدي أشكرك كثير لبنى الترشيحي على وجودك معنا هذا الصباح فخورين بفيك وبالجائزة التي أخذتها نتمنى دائما على صعيد عملك أن يكون في يعني تقدم أكتر في العمل الإنساني ومع الأشخاص المعوقين شكرا لبنى شكرا لك بعد فاصل قصير نرجع لكم وبحب أنوه قبل أن أخذ الفاصل إلى أنه يعني في الساعات القادمة وتحديدا يعني أهلولي أنه تقريبا في الساعة التاسعة ونصف وحتى العاشرة رح يتم إعلان نتائجة ثانوية العامة بمؤتمر صحفي سيعقدهم معالي وزير التربية والتعليم دكتور محمد النيبات بالتوفيق إن شاء الله للجميع إحنا مستمرين ببرنامجنا حتى يحين موعد المؤتمر الصحفي خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر